قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت قال إن هناك تحديات مشتركة تواجهها الدول العربية فيما يتعلق بالموارد المائية مشيرا إلى أن 80% من المياه تصل للدول العربية من خارجها وخلال افتتاح أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر بغداد الدولي للمياه والمنعقد في العراق أضاف أبو الغيت أن الأمن المائي لينفصل عن الأمن الغذائي مؤكدا أن الوضع المائي لا يزال يشهد ضغطا متزايدا مع تراجع حصة العراق من مياه نهري ديجلة والفرات ودع أبو الغيت دول الجوار إلى تبني رؤية جديدة في تعامل مع قضايا المياه يقوم على المصلحة المشتركة